الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد اشتهر عند أهل السنة والجماعة إناية الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالعقيدة السلفية وجهاده في نشرها والدعاة إليها وظن بعض أهل السنة أنه رحمه الله لم يكن ذو عناية ولدى عناية بالحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه وهذا ليس صحيحا بل هو إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في التصدير أما بعد فقد اشتهر عند أهل السنة والجماعة أما بعد فقد اشتهر عند أهل السنة والسلام محمد بن عبد الوهاب فقد أشتهر عند أهل السنة والجماعة ترجمة نانسي قنقر 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 صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 حديثا نانسي قنقر 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 نانسي قنقر